هو الدين والخلق اليوم هي الثروة يعني الجمال مهم ما في شك بس الجمال له معاني يعني جمال الشكل مهم وجمال الأخلاق مهم وجمال العلاقة مع رب العالمين مهم وجمال العلاقات والصداقات مهم يعني الجمال مفهوم عام بس اليوم بالسوشال ميديا المسلسلات الأفلام عيادات التجميل ركزت على أن مفهوم الجمال في الوجه أو في الجسم لكن الجمال لا الجمال أكبر من هذا أنا عندي واحد يعني دخل تقريبا يقول لي 7-8 بيوت ما ناس بيته ولا بنت دخل بيت من البيوت كان يقول لي عجبني الويه بس الجسم ما عجبني قلت لك شنو فيه جسمها يعني كان يقول لي أنا ما بيتكلم معاك عن الخلق والدين هذا موجود بالثمن حالات اللي أنا زرتهم يعني وشفتهم قلت له طيب هات كل الجمال وعطني الشكل كان يقول لي لا الجسم ما كان مناسب بس الويه زين قلت له نشوي الجسم كان يقول أهم كلهم كعائلة يعني جسمهم جسم وراثي من الأجسام العريضة وفيه سمنة وأنا ما أرتاح وايد حق هالجسم بس الأخلاق والدين موجودين والشكل الويه عجبني مناسب قلت له طيب أنت الحين ليش تحكم بهالطريقة أنت الحين داخل 7 بيوت وهي الثامن حتى شكلك بتدخل 80 بيت على معاييرك فسهولف معاها تكلم المهم صار حوار وصارت رؤية شرعية ودخل البيت لشان يقول لي والله روحها حلوة تونس قلت له زين تفكر على الله لشان يقول متردد قلت له بقول لك شيء إذا أنت متردد مع هذه رح تتردد مع عشرين واحدة وراها تزوج اقدم شان يقول متأكد قلت له روح هذا الشاب أنا شفته من ثلاث أسابيع طبعا زوجته حامل وصل له سنتين ونص من تزوج قلت له هان شلون أولا جسم زوجتك تغير ولا تقول لا قلت لك أنا وراثي من يوم قلت يا تكو أنا قلت لك وراثي قلت له طيب ما تغير قال لي لا قلت له أنت مرتاح ولا لا شان يقول لي صراحة أنا عايشي بجنة فأنا ليش قاعد يقول هالقصة لأن كثير من الشباب مع كثرة متابعاتهم للسوشال ميديا يصير بس يركز على الشكل وأنا عندي حالات زواجات تم التركيز على الشكل بس بعدين عاشوا مشاكل في العلاقة مشاكل في الحوار مشاكل في التفاهم مشاكل مع الأهل فغلط أن الواحد يركز على معيار واحد بس إلا في حالة واحدة لما أي شاب يقول أنا إذا موش شكل جميل ما قدر أعيش أنا هذه الحالة الاستثنائية اللي يعطيه استثناء أقول له خلص إذا تشذي معناته أنت هذا معيارك أنت معيارك الجمال أهم من الخلق والدين ركز على الجمال بدا من أنت هذا طلبك أحيانا أنت مر علي بعض الحالات يقول لي الشاب كل شي تمام بس شوي أكو شي في الويه معاجبني أو شي في الجسم معاجبني أقول له إذا في مجال أنه يتم إصلاح هذا الأمر من خلال الدكاترة بالعكس بعد الزواج أطلب منها هذا الطلب الموضوع ترى سهل فمرة ثانية هذا الجانب النبي صلى الله عليه وسلم راعة لما قال تنكح المرأة لأربع من ضمنها الجمال لأنه حتى في حديث ثاني لما النبي صلى الله عليه وسلم وصف المرأة الصالحة فيقول إذا نظر إليها سرته يعني شنو سرته يعني بشوشة ونيسة إيجابية متفائلة يعني مو كلها نكد وحزن وما تتزين وغلقه وسوالفها بايخة شذيقه وش راح يصير فيها هذا ينحاش من البيت لكن إنما نطبق معيار إذا نظر إليها سرته معناته سرته بروائحها سرته بمكياجها سرته بليباسها سرته بشكلها سرته بحديثها سرته بالتعبير عن حبها لا سرته بعلاقتها مع أهل يعني إحنا كنا نتكلم عن سرته طبعا أنا أعرف الحين بعض المتابعين يعني تقول إحنا دكتور إحنا اللي علينا إحنا اللي نسوي إحنا كذا لا 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 حتى هو نفس الشيء إذا نظرتي إليه عليه أن يسرك هم أنت صرين مسرورة مغلط ابن عباس رضي الله عنه يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف مثل ما هي تتزين له وبعد لازم يتزين لها فهي العلاقة متبادلة لكن كل إنسان معيارة إذا كان الجمال بالنسبة لها معيار الله يوفقه وإحنا الجمال أنا شوف شيء جميل غيري ما يشوفه جميل حتى هذه المسألة بعد نسبية بين الرجال ترجمة نانسي قنقر